يقف موظف وعمال مصنع اسمنت عمران أمام ما كان بالنسبة لهم مقر عمل قبل أن تحوله الميليشيا إلى هدف عسكري لطيران التحالف تعرضت المنشأة الاقتصادية الأهم للقصف مرتين إحداها قبل عام من اليوم والأخرى مطلع فبراير من العام الجاري عام مرة منذ فقد 1500 عامل وظائفهم وتوقف المصنع عن العمل المصنع الذي أنشئ عام 1982 يعد واحدا من أهم قطاعات الانتاجية والصناعية التي كانت ترفض الخزينة العامة بملايين الريالات تشير التقديرات إلى أن الخسائر التي لحقت بالمنشأة بلغت أكثر من 140 مليون دولار تشمل المعدات وتكاليف الصيانة والتشغيل والتأمين بالإضافة إلى الخسائر المرتبطة بالنشاط الانتاجي ومع توقف المصنع عن الانتاج أوقفت الميليشيا مرتبات الآلاف من الموظفين لينضموا كغيرهم إلى رصيف البطالة